المشكلة بتاعتنا كبشر أخطأنا أنا بضعها تحت عنوانين بقول المشكلة الأولى مشكلة روحية أدبية والمشكلة الثانية مشكلة قضائية أبدية معلش هقولهم تاني المشكلة الروحية الأدبية مشكلة تختص بعلاقة بالله علاقتنا بالله علاقة روحية مش علاقة جسد لكن علاقة روح لأن الله روح والذين يقتربون إلى الله ويعبدون الله يقتربون إلى الله بأرواحهم هذه الروح التي تحب الله وتهيم بالله وتستقبل إعلانات الله وتزجد لله هذه الروح ماتت انطفأت انفصلت عن الله بإما فيش عند الإنسان لا إرسال ولا استقبال ولا تجاوب ولا انسجام مع الله فبقى عنده مشكلة روحية لكن مش بس مشكلة مشكلة روحية لكن بسميها كمان مشكلة روحية أدبية عندما ماتت الروح فسدت الأخلاق فالإنسان ظهر في كم من الفساد الأخلاقي الذي لا يظهر في الحيوانات يعني مثلا قد تجد في الغابة حيوانا يفترس حيوان آخر لكن عمرك ما تلاقي حيوان يأتي الحيوان ويعلقه مثلا على عمود نور ويمثل بجثته مثلا ويتشف فيه الشراسة والنفاق والكذب والخيانة والغدر ما هذا الكم من الفساد الأخلاقي ده حدث في الإنسان عندما انفصلت روحه عن الله زي بالضبط الغرغرينة اللي بتصيب أي عضو في الجسم عندما ينقطع عنه شريان الحياة فبيئي الإنسان ككائن أدبي روحي عاقل عنده مشكلة روحية أخلاقية أو روحية أدبية لكن أنا قلت كمان إن فيه مشكلة تاني فالإنسان مشكلته مشكلة روحية أدبية ومشكلة قضائية أبدية يعني إيه بقى قضائية أبدية؟ قضائية يعني بدخلنا في القانون أبدية يعني مش مختصة بالزمان الحاضر بس لكن بالأبدية قضائية لأنه عندما انفصلت أرواحنا عن الله وفسدنا أخلاقيا ابتدينا نعمل بقى الحمقات بتاعتنا طلعت بقى كل الخيابات بتاعتنا طلع كل الفساد بتاعتنا فابتدينا نكسر في قوانين الله ومجرد ما ابتدينا نكسر في قوانين الله ابتدى العداد يعد علينا المعاصي والذنوب والأثام فبيئلين موقف قضائي سيء جدا أمام الله وهذا الموقف السيء أمام الله ليس له أثار على حاضرنا فقط لكن له أثار على أباديتنا على مستقبلنا الأبدي فعندما أخلع هذا الجسد وأتركه في التراب وأقف أمام الله هناك يوم هو يوم الحساب وفي يوم الحساب هناك قضاء هناك دينونة هناك عقاب فمشكلة الإنسان ليست مشكلة روحية أدبية فقط لكنها مشكلة قضائية أبدي شيء الجميل بقى عزيز المشاهد أنه في عدد 18 هنشوف خلاص الله في وجهه الأول يحل المشكلة الأبدية عفوا يحل المشكلة الروحية الأدبية مشكلة الروحية الأدبية المختصة بروحي وأخلاقي الرسول في عدد 18 بيورينا أن الإنجل بيحلها عدد 19 بيحلل المشكلة القضائية الأبدية